المنتج السياحي يتميز بالعديد من المميزات والخصائص اللي ما يمكن أن نحن نجدها في المنتج الصناعي على سبيل المثال لا يمكن أن ننقل المنتج السياحي لمكان وجود المستفيد لكن المستفيد لا بد أنه يذهب إلى المنطقة السياحية أو المنتج السياحي بنفسه لشراءه أو لخوض التجربة السياحية فالمتحف الأثري ما يمكن ننقله لأعداد كبيرة من الناس أو لأعداد كبيرة من السياح لا بد أن السياح يأتوا لهذا المكان حتى يعيشوا التجربة السياحية ثانيا بعض المنتجات السياحية لا يمكن نمسها وإنما الإحساس بها يعني الوجهات السياحية مثلا مناظر جميلة مناظر طبيعية ظروف مناخية أنا ما أقدر أني أنا ألمسها لكن أنا أستشعرها فهذه الوجهة السياحية صحيح أني ما أنا أقدر ألمس هذه الأشياء الموجودة فيها لكني أقدر أستشعرها وأنا أأتي لهذا المقصد أو لهذا المكان السياحي من أجل الشعور أو تجربة هذا الشعور ثلاثة بعكس المنتجات والسلع الصناعية اللي يمكن للمستهلك أنه يرجعها أو يستبدلها بعد الشراء المنتج السياحي لا يمكن تملكه بل الانتفاع منه يعني على سبيل المثال مثل الغرفة غرفة في الفندق أنت لا يمكنك تمتلك هذه الغرفة لكنك تنتفع منها فتدفع نظير مقابل هذا الانتفاع أربعة المنتج السياحي غير متجانس في تركيبته وكل فرد ينظر لهذا المنتج السياحي من زاويته بناء على احتياجاته بناء على دوافعه لتجربة هذا المنتج أو لاستخدام هذا المنتج أو لتجربة هذا المنتج خامسا لا يمكن أن نحن نخزنه المنتج السياحي فالمنتج أو الخدمة السياحية اللي ما تمكننا أن نحن نبيعها في يوم معين ما يمكن أنه إحنا والله مثلا الغرفة نخزنها لليوم الثاني في فندق نقول ما في مشكلة نخزنها لليوم الثاني خلاص ما تم بيع الغرفة أو ما حد استأجروا الغرفة أو انتبفع فيها في هذا اليوم معناته هناك خسارة فاليوم الثاني وفرصة لنا من أجل الانتفاع بها